حكينا عن أبرز المضامين لنظام مكافحة التسول نظام مكافحة التسول طرح أمرك هو نظام يعني يعني النظام استطاع أن يصاغ بطريقة راعي على الفئات الضعيفة فهو ما تعامل معه أنه مجرد التسول أو أي شخص قام بعملية التسول يصبح فوراً هو إنسان مجمع هو جرم امتهان عملية التسول وهذا يحسب للمنظم لأنه فعلاً الإنسان قد يعني تعطيه ظروف ما يقدر يؤدي واجباته الأساسية يطلق مساعدة أو أي شيء ففي هذه الحالة مجرد ما يقبض عليه تتم معالجة حالته والنظام ألزم مزارك الشؤون الاجتماعية والعمل أنها تقوم بدورها برعاية هذا المتسول وتوجيهه إلى القنوات الصحيحة التي يحصل منها على المساعدة بطريقة شرقية ونظامية ومن أبرز العالمات في النظام هذا أنه يعني تعامل مع عملية التسول بطريقة رحيمة جداً لكن حازمة في نفس الوقت وعالج أوضاع المتسولين وفرق بين المتسول المواطن والمتسول الأجمع لأنه زي ما حضرت اكتري في عملية التسول هذه تظهر في المواسم والمواسم هذه بالنسبة لنا في المملكة بما أنه في الفترة السابقة يعني ما كانت عندنا استياحة فكانت يعني تلمس بشكل واضح في فترات الحجب العمر بما يعطيك مؤشر أنه هؤلاء المتسولين أكثرهم قدموا من الخارج بغرض الإثراء وهو ما هو حاجة لأن الإنسان ما استطيع على التنقل من بلد إلى بلد يقدر يقضي حاجته في بلده بنفس التكاليف التي يتقل فيها المملكة فالنظام للأمانة يعني كان نظام عادل وكان رحيم جدا وفرق بين الإنسان المحتاج حقيقة وبين الإنسان المنتهن للأمانية هذه لقصد الإثار